أريد أن أقول أن زملائي في العمل خلال 25 عاماً في وزارة الخارجية الأمريكية ولازلت على اتصال بهم وفضلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية في أوساط الحكومة الأمريكية وفي الكونغرس وبين مجتمع الخبراء في العاصمة الأمريكية وفي وسائل الإعلام الأمريكية أعتقد أن هناك إدراكاً للتاريخ الطويل الحافل بالثراء للصداقة الأمريكية المغربية والتحالف بين البلدين وبوسعي أن أقول أن ذلك تعزز بالتطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية وفيما يعرف الأمريكيون خاصة أولئك الذين يتعاملون مهنياً مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المغرب فالشيء الأول الذي يعرفونه عن المغرب هو أن المغرب دولة تنعم بالاستقرار على عكس العديد من دول المنطقة لسوء الحظ الشيء الثاني الذي يعرفونه هو أن أحد أسباب ذلك الاستقرار هو أن الحكومة المغربية كانت دائماً راغبة في تنفيذ والأخذ بإصلاحات تتماشى مع رغبات الشعب المغربي بشكل أفضل بكثير من بعض الحكومات المحيطة بالمملكة المغربية والشيء الثالث الذي يعرفونه عن المغرب وأعتقد أنه شيء ملحوظ بشكل خاص في العام الماضي هو أن المغرب كان دائماً يقدم يد المساعدة للولايات المتحدة ليس فقط كما قال المتحدث السابق في مكافحة الإرهاب وإنما أيضاً في تعزيز السلام في المنطقة ككل بما في ذلك السلام بين العرب وإسرائيل والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين وأعتقد أن الجزء الرئيسي في المحادثة الهامة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره وزير الخارجية المغربية بوريطة كان موضوع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء وبطبيعة الحال كان ذلك الاعتراف مبادرة قامت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب وتساءل البعض هنا في الولايات المتحدة عما إذا كانت إدارة بايدن الحالية ستحافظ على تلك السياسة أم لا لكن وزير الخارجية بلينكين أبلغ نظيره المغربي بوريطة أن الإجابة هي نعم وأن الولايات المتحدة ستحافظ على هذه السياسة أعتقد أن ذلك كان إشارة واضحة على علاقات الصداقة الحميمة والتحالف القوي بين الولايات المتحدة والمغرب وكان إشارة واضحة على مواصلة إدارة رئيس بايدن مساندتها لعملية تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل وبين إسرائيل ودول عربية أخرى وهو ما كان جانبا من الصفقة التي تم إبرامها حول الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء ترجمة نانسي قنقر